كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي في التحدي لا سواء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اليوم جيبنا لكم تحلية جي روعة بالبرتقال جي منعشة وجي طرية ومشربة هذي كلابات تحى بث طبقات الكيكة من الأسفل والكريمة ومن فوق حتى الآن طبقة بالبرتقال إذا انتوما خلوها حتة برد يوم كامل أنا هنا قطعتها لكم ما طولتش ما با نص ساعة في الثلاجة وقطعتها يعني لناظرا لوقت إلا أنتم انتوما يخوضوا راحتكم وخلوها يوم كامل ترتاح وردوا لي بالخبار جي روعة حنقسم لكم تشوفوا إذا نقول لأول مرة يزور القناة يشتركوا القناة وفعل زر الجرس ليس لكم كل جديد وما تنسوش الضغط على زر اللايك ونروح مباشرة للوصفة قبل ما ذلك احنا قسم لكم قطعة راح تشوفوا نشوفوا كيف تجي روعة الكريمة تجي الطرية تجي هيلاء والطبقة الأولى تجي مشربة بالبرتقال قلت نجي تحفة شوفوا شكلها إذا ما تتشبه عشان نقولها لكم تبعوني لآخي نحتاج الطبقة الأولى لجي حبات بيض نص كس زيت سكر عفوا نص كس برتقال عصير برتقال نص كس زيت إذا رشة الملح مبشور البرتقال إذا لاظاني هنا احتاج تسعة ملاعق كبار تاع الفارينا وكيس خميرة الحلويات إذا نحطه معه لجي حبات بيض رشة الملح كذلك قلنا البرتقال مبشور البرتقال وبعد ذلك هنضيف السكر بالجانب ونطلعه بالباتر إذا بهذا الشكل نبدأ نطلع حتى نشوفه أن السكر بتاعنا ندامج ويعني طلعنا للخالط هذا حنبقى نضرب فيه كما ركو تشاهدوا قلت هذه الكيكا فيها ثلث طبقات لكن نقول لكم جربوها روعة أنا في وقت موسم البرتقال يعني البرتقال يعني سعر تاعه نضيفه كذلك قلنا نصف كس زيت نعفو بالبرتقال السعر تاعه رهو معقول إذا نواء نضيفه قلنا نصف كس عصير البرتقال إذا نضرب الخارط كله نوقف وبعد ذلك قلت حنضيف الفارينة الفارينة قلت لكم تسعة ملاعق إذا كان بيتعكم كبير توصلوا حتى العشر ملاعق حنوري لكم القاوم اللي تحصلوا عليه فيما بعد إن شاء الله إذا نزيدوا كيس خميرة الحلويات دايما قلت إذا كنتم مبتدئات من الأحسن تغربلوه لأنه بعض أحيان يجي فيه الحبيبات إذا نخلطو كيما ركو تشاهدو ونضيف الملاعق اللي ما زل باش نتم منها تسعة ملاعق قلت إذا كانوا البيضات أكبر كبار إذا نديروا حتى العشر ملاعق يعني البيضة هنا هو يتحكم فيه يعني الفارينة باش حنستعملوه إذا بعد ما خلطت كامل شوفوا القاوم اللي رح نتحصلوا عليه إذا هذا هو القاوم اللي لازم يكون عندنا في الكيكا باش ما تجيكم شطقيلات جيكم خفيفة أجيكم ريشة يعني ما شوفوا كيف شأن قاوم هذا هو القاوم اللي نحتاجه إذا نحن نجيب بلا دائري يعني من 25 حتى 30 سنتيم يعني ثم اختاروا ادهنوه بالزبدة نزدو رشوه بالفارينة ونفرغوه إذا تحصلوا على القاوم هذا إذا زدتوا اكثر حجيكم كيكا تعكم اشيء سفنجي حجيكم الناشفة إذا قلت بعد أنا تسعة مغارف هناك فوني تحصلت على ذكي كان حطها في الفرن 180 درجة أطبئنا من الأسفل ومن الفوق ونرجعو لكم نحتاج كاس شانتيه كاسح البارد زجعو لبجبن بتسويس ثلاث ملاعق سكر ناعم وعط هنالليمون أنتم أحرار إذا هنضرب الشانتيه كاس بودرة شانتيه مع كاسح البارد إذا نطلحهم ونزيد معاهم ثم غارف كدو بدأت طلع عندير ثم غارف سكر غلاسي هذه طبقة الثانية الطبقة الأولى رهي طيبناها للكريمة للطبقة الثانية إذا هنا نضيف قد سكر ثلاث ملاعق سكر ناعم ونبقى ونضرب إذا نضيف ثلاث ملاعق هذو ونضرب حتى نشوف بدأت الشانتيه تعنا تطلع كيشف بدأت تطلع نزيد علبتي جبن كريمي هنا الوزن تاعو 90 قرم إذا ندير زج علب بتسويس نعفوها كامل بتسويس زج علب 90 قرم إذا إذا نبدأت هنا نشوف الكريمة تعنا راي بدأت شوف وتشد روحها إذا في هذه المرحلة راح نزيد إذا نضرب شوية فقط ونزيد الجبن كريمي نزيده قلت هذه الآن الكريمة جي روعة نقول لكم جربوها يحني جي ما شاء الله شوفوا بعد ما طلعت شوية راح نضيف الجبن الكريمي إذا نعرف هذا بدون ماذاق ما شئ مالح يجي المسوس على هذه كنسة عملوه في القاطو نزيد فقط ملعقة صغيرة ملعقة صغيرة يعني عطر الليمون وهنا ما هو ش إزامي اللي حبي ضيفه ولا اللي حبي دير لاباني دير لاباني لأنه نعرف الليمون يتماشى مع البرتوقال إذا هنا شوفو كي طلعت شوفوا ما شاء الله كيف أش رجعت لازم غارة طلعت لكم الكريمة بهذا الشكل يعني تولي شاد داروحا في هذا المرحة راح نجيب الكيكة لبردت شوف هاي بردت يعني ما شاء الله راح تشاهد فيها نحن نجيب شوكة إذا نحن نجيب شوكة ونثقبها كامل إذا بهذا الشكل إذا لما نثقبها نكون عندي عصير البرتوقال كاس عصير البرتوقال ولي ما يحبش مشربها بزف يدير نص كاس عصير البرتوقال إذا توم هنا أحرار أنا هنا كنت عصرت كمية لبس بها يعني وحاول بمجيش مشموها بزف يدير نص كاس تكفي قلت لكم هذي كيكا أن كيت شربوها والله أحسن يعني من تروح وتشير وحباب تسير من البرة على الأقل هذي حاجة نقيا ويعني وحنا من ذلك نحب الحاجة نكون حلوة وتكون صنع يدنا شوفوا هاي الكريمة كيف خرجت خرجت يعني ما شاء الله شوفوا شكلها يشهي إذن نفرغ الكريمة تعنا هذي نسوي لها السطح كامل ونحطها في الثلاجة على الأقل خلوها أنتو ما سعتين أو ساعة ساعة إلى سعتين لأن باك حنزيد لها الكريمة الثانية الكريمة الثانية عفوا انطبق الثلثة هذي كي نديروها لخلوها تبات ليلة كاملة من الأحسن شوفوا إذن إحنا راح نسوي لها أطراف التاحة ونحطها في الثلاجة قلت على الأقل حوالي ساعة وبعد ذلك نحن نوجده للطبقة الثالثة والأخيرة إذن نحطها قلت في الثلاجة ونروح نوجده بعد ساعة نوجده الكريمة عندي نص لتر عصير البرتقال راح نضيف أربع ملاعق ميزينة إذن أربع ملاعق سكر وراح نضيف قلت أربع ملاعق إذن ميزينة نحطهم فوق النار نحركهم ونحطهم فوق النار حتى يعقدون عرفوا لهذه الطريقة سهلة أربع ملاعق ميزينة ربع ملاعق سكر نص لتر عصير البرتقال نحط فوق الناح تجمد وشوفوا هاو الشكل اللي تحصلوا عليه إذن نفرغوه مباشرة فوق الكيكة التي كانت في الثلاجة نجبدوها ونفرغوه مباشرة ونحاولو نعطوها نسوولها السطح إذن بهذا الشكل وحطوها في الثلاجة لما تكون في مكان شوية مائل إذن نحطوها في مكان يكون مستوي باش ما تتحرير لكمش الكريمة هذي وتشدوا روحها إذن قلت تبرد نهائيا قلت الليلة كاملة وبعد ذلك إذن نرجعون ونوري لكم إذن أنا هنا خليتها حوالي ساعة فقط لأنه الوقت كما يكفي إذن أنتو ما خلوها ليلة كاملة باش تبرد والكريمة تعكم تشدوا روحها يعني ما تبقاش يعني يعني خفيفة هكذاك أنا هنا ننزحها فقط باش نوري لكم الشكل تحا شوفوا شكلتها يجي إذن ما شاء الله هكذا شوفوا أمل تحت الطبقات من فوق أحنزينها فقط بشوية شانطية شانطية عادلة نطلعها إذن يعني نص كاس نص كاس حليب ونص كاس شانطية ونطلعها مع شوية لاباني وهي تحصن على كلمة شانطية إذن زين فقط يعني بالبرتقال يعني قشور حبت يعني برتقال قطعة صغيرة باش نبينوا باللي هذي تحلية خاصة بالبرتقال وبذلك راني كملنا طرطة تعنا جات قلت لكم إذن جات ما شاء الله راكوا شوفوا شكلها شحال جميل يشهي والذوق قلت لكم روعة جربوها واني ننتظر يعني الرد تعكم قلت لكم ما تجيكم روعة فقط خلوها قلت من إحسنت وما خلوها لي لكاملة بات أنا فقط جبتها لكم باش تشوفوا الشكلها النهائي وحت لداخل قاومتها قلت لكم جاء كريمي جاء روعة إذن هاولك الشكل النهائي راح نقطع لكم قطعة راح تشوفوا الشكلها من داخل قلت لكم جي روعة إذا هنجيب سكين نقطع نعم هنجيب سكين نقطع القطعة شوف هنتقطع بسهولة ماهيش كام قلت راهي طرية يعني ما شاء الله إذا نزيد الجهة الثانية نقطعها نجيب الصحن هنا يالين نحط فيه ونرفضها غير بالعقل ونحطها في الصحن شوفوا شكلها جاء ما شاء الله إذا نزيد وقطع وحد أخر فقط راح نزيد بش شوفوا شكلها النهائي قلت جاء إذا جاء ما شاء الله إذا في لا خير نتمنى أنكم تجربوا الوصفة شوفوا الكريمة هنا مزا قلت مزا ما شد شرح خلوا هاي قتليلة كاملة وحد شوفوا النتيجة شوف الكريمة شحل شب ما شاء الله ويعني الكيكة إسفنجية شوفوا شحل آن جات إسفنجية مشربة جات روعة شوفوا شكلها قلت لكم إذا جات توحفة أنا نقول لكم إذا جربوها وما تخافوهاش دمتم برعاية الله وحفظه وإلى فيديو آخر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمتم آمينين شكرا